منذ بدء العدوانة الإسرائيلية على قطاع غزة ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد لإدخال المساعدات إلى القطاع وخلال العرض التالي نعرض الألية التي تحكم العمل في معبر رفح في نوفمبر عام 2005 وبعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وقعت السلطة الفلسطينية مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي اتفاقا عرف باختصارا باسم اتفاق المعابر تضمن الاتفاق المبادئ العامة لإدارة معبر رفح تحت إشراف الاتحاد الأوروبي ووفقا لمحددات تسمح لإسرائيل بالاطلاع على العمل الدائر في المعبر ومعرفة هويات العابرين وبموجبي الاتفاق تتولى مصر مسئولية إدارة معبر رفح من الجانب المصرية على أن يكون مفتش الاتحاد الأوروبي مسئولين عن مراقبة سير الإجراءات تبقى لما تم الاتفاق عليه وتضمن السلطة الفلسطينية عدم عبور الأسلحة والمواد المتفجرة من المعبر وكذلك عدم عبور السيارات إلا بعد فحص يخضع لمعايير موضوعية يتم الاتفاق عليها ظل اتفاق المعابر سيريا من عام 2005 إلى عام 2007 حتى تعطل الاتفاق بعد انسحاب السلطة الفلسطينية من القطاع عقب سيطرة حماس عليه وحينها انسحب أيضا مفتش الاتحاد الأوروبي عاد المعبر للعمل من جديد عام 2017 في أعقاب المصالحة بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية وعادت السلطة الفلسطينية لإدارته حيث اتفقت مع مصر على عدة إجراءات للعمل ومنها تحديد أوقات العمل لمدة خمسة أيام أسبوعيا من العشرة صباحا وحتى الخمسة مساء إلا أنه لم يستمر العمل بالاتفاق طويلا بسبب خلافات فلسطينية فلسطينية اضطرت معها السلطة لسحب موظفيها من معبر رفح ومنذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي الراهن على غزة أكدت مصر استعدادها لإدخال المساعدات إلى القطاع إلا أن ما يعيق دخول المساعدات هو الجانب الإسرائيلي من خلال الإجراءات والشروط المعيقة ومن بينها قصف الجانب الفلسطيني من المعبر ويؤكد المسؤولون الذين قاموا بزيارة المعبر وعلى رأسهم أنتونيو جوتارش الأمين العام للأمم المتحدة أن الجانب المصري قام بكل الإجراءات التي تكفل دخول المساعدات المستدام والإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت ممكن وبشكل مستمر مشاهدينا كان هذا عرضا مجزا لألية العمل بمعبر رفح منذ اتفاق المعابر عام 2005 ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا